السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناروا بسرقة مع كل يوم مقطع جديد من سلسلة الطريقة للعالمية. الحلقة رقم 18 من هاي السلسلة في ابنة بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتوا باشتركين. ورجونا دعم جدا حلو بشان نستمر بالسلسلة ونزلكم منا يوميا. اذا شفتنا يعني دعم حلول الحلقات يعني عم توصل بفترة اخيرة بحدود الخمستاشر الف لايك. فخلينا نوصل بها الحلقة خمستاشر الف لايك. اليوم عنا شغلات كثيرة بدنا نساوية. وبدأ طبعا الفوت شاميو غير مرة واحدة. ولعبت اتناشر مباراة. وما كملت لانه فعليا ما قدرت لعبت اتناشر مباراة وقتت السنة الماضية وفزت بقيد عشر مباراة وخسرت بواحدة. ومذكرة السنة الماضية بس ما بعرف ازا عندي صورة الا الا ولا ولا لا. فالمهم انا ما لانه يعني مو من النوع اللي هو بلعب مباريات كتير 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 باليوم الواحد. لكن هذا الاسبوع رح ما نحاول ان شاء الله انه نحس نلعب مباريات كتير وبنفس الوقت في ناس قالتلي على قليلتش اللياقة. اه مو قليلتش اللياقة عفوا. قليلتش الولاء للنادي تمام. لهو التحدي اللي كنا محتاجينه. محتاج لعبه يكون عنده ولاء للنادي. فهذا هو التحدي. بصراحة ازا زبط معي القليلتش. فرح يكون ممتاز. رح يعطيني بكيج ميجا اللي هو سعره ستين ألف. طبعا هاي التشكيلة اللي ممكن تكون ممتازة. لكن لازم اللاعبات اللي تجيبهم يكون عندهم ولاء للنادي تمام. فهذا شي ممكن يكون غبي نوعا ما. فهدول اللاعبات اللي لازم يجيبهم فيه تقريبا حوالي سبع اللاعبين رح يجيبهم وورجيكم للناس اللي ما بتعرفوا. بس ان شاء الله يزبط معي بالأول. طيب هاي مبدئين التشكيلة اللي رح نلعب فيه المباريات ونعمل اللياقة. طيب طبعا المباريات ما رح لعبها لجليتش بتطلع من المباراة بدايتها وما بين حسب عليك خسارة. فأنا هذا اللي بديه. فراح وورجيكم الطريقة الآن. طيب يا حبيبي الطريقة كالتالي. انك بتدخل هون بتدخل هون على هاي وبتختار اي مستوى مثلا. انا اللي عم بلعب على الصورة احيانا بالس شكيلة هديك وورجيكم كيف. طيب هاي جبنا اللاعبين. هاي جبنا اللاعبين. خلينا ندخل تمام. اه منحط كل شي هون عادي جدا المفروض. اول ما بتنلمس الكرة. تمام. منحط ستارت. شو منساوي. روح على الشبكة. ومنعمل ايقاف. تمام. خلينا نعمل ايقاف. ومنرجع منشغل. اوكي. هتشتغل ولا لا. اه ما لي متذكر شو كان الريكورد ضد ضبط. بس خلينا نشوف هلن حسب مباراة. مفروض يكون انحسب مباراة للاعبين. مسلا هذا. هلأ جربته. فالمفروض ايوان حسب مباراة اصلي لازم بس تكمل عشر مباريات. اوكي يا جماعة عودة يعني بعد ما خلصت والجليتش الحمد لله زبط. والتحدي هيك نعتبر خلصناه. وصلنا تناغم عالي كل اللاعبين لعبت فيه مباريات. اه طريت ان استغنى عن سوكراتيس ولينو هنما بيمباعوا طبعا بس مشان الريت تابعوا عالي. فقلت انه اوكي. اه رح ناخد حزمة ميجا نادرة. وبالاضافة لتلتاشر اه يتعرض لعب او اكثر. هاي خير اه ماشي ماشي ما فيه مشكلة. اهم شي انه اخدنا طبعا تلتاشر الف كوينز فمبلغ حلو. وبالاضافة لبكيج اللي هو بكيج الميجا النادر فيه المفروض عناصر يمكن اه ثلاثين عنصر كلنا عميل معه. وهذا طعم اعطوني اياه. واصلا هو موجود عندي. يعني ما بعرف شو فائدته بالحياة. ولا فيك تبعت عن نادي ولا تعمل فيه شي. فخلص كويكسيل اهم شي. اه عاليا نروح وانفتح هاي البكيجات اللي موجودة. هو بكيج واحد يعني ثلاثين عنصر كلنا عميل معه وحرام ما يجيني فيه لاعب بيسوى. يا رب يا كريم يا رب. وتعبت فيه لهذا التحدي حرفيا اكتر لحد يتعبني. بسم الله. اوكي فيه لعب شاشات الحمدلله يا رب وكاوت يا رب. اه يا شيخ. لا اهمشك يا اخي لا. مو اهمشك كمان كامبل هذا لاعب لا يبزيتش. يا رب يكون فيه لعب يجيب سعر. لا 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 يا اخي. كلها التعب وكلها المعانات واخر شي. هذا كامبل بألفين كوينز ان يستشوف قدي ضعفه. يا الله. واني است كمان نفس الكلام. لكن اكيد ما في حدا تاني رح يجيب سعر. انا متأكد. كلهم اللاعبين باقيين كلهم سيئين بصراحة. بس شوية عقود على شوية لياقة. احسن ما تشتري. من الستور يعني. الباية هدول رح ابعتهم عن نادي. اذا عملنا تحديات بالفترة الجاية يعني ممكن انه يسعدوني. لكن طلعنا بشوية مربح. طبعا لازم ارجع اشتري ارتورو فيدال لاني بعته. فطلعنا بمربح جيد نوعا ما. ممكن نقول. اوكي هذا ارتورو فيدال ورجعنا جب وطبعا انا كان يعني طلعنا بربح عشر تالاف كوينز. اعتبر جيد نوعا ما. من اه هذا التحدي. فجيد جدا لغاية الان او اكتر من حتى من اه من عشر تالاف كوينز. لان اشترينا ارتورو فيدال وطلالت لبتاشر الف. يعني اوكي. نوعا ما. ممتاز. اليوم المفروض ابدأ مشوار الفوتشامبيون. المشكلة اني ما لي متأكد اذا كنت رح اسبط على التشكيلة ولا لا. فرح العب بالبي دائم مباراة بالدفجن رايفلز. على امل انه نحسن نعمل فيه شي. اذا لقيت ان ان الوضع معي ممتاز. ما في لاغ ما في شي. بلعب فوتشامبيون. غير عن هيك بصراحة رح يكون جدا صعب. طبعا في شوية تحديات هون المفروض اني اعملها. لانه بتاعتي اكس بي جدا كتير. لهو هذا الاسبوع الاثنين الدهبي. شوفوا عندي مهمة الهجوم الشامل. اني سجل هدفين بمباراة. ولازم هدف منهم يكون من فوق الحارس. باقي ساعتين وعشر دقائية وبتروح. فهاي مهمات جدا صعبة. ولازم انك سايف. في عندي مهمة اني سجل فوز فيها بخمس لع على الاقل يكون ساعتهم فوق السبعين. يعني او اقل من السبعين عفون. تحديات صعبة. فما لي رح ركز عليها لانه اهم شي عندي الفوز حاليا. وانه سبعت على التشكيلة. مشان نحسن انه نلعب فوتشامبيون على المرتاح. وسوارز ازا بدي استمر هيك. ما بظل ان رح خليه معي. اوكي يا حبيبي بسم الله. اللعب يا سلام. يا سلام اوبام يونج. وبيبي وهذا الاستي السريع الهولندي. مهاجمين للكتافة الهجومية. يلا لوي سيتو. سوارز انت بدك تنقلع من النادي. يعني اليوم قبل بكرة. قط واحدة. لا يا الله. شو بدي احكي بس هيك فرصة بتضيئة. يلا سأقول. لا ليش ما تسقطت بالجول. يلا. لا. لا اله الا الله من الفرص. اخرت اني رح اتلقى جول ورح اقعد عيه. يلا سوارز. سوارز. ما في حظ اليوم ما في حظ ما في حظ ما في حظ. صارت عم بهجم. صارت هاجم على الآلشي سبع هاجمات ولا هدف. شوفوا. 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 شوفوا اخرتها. اخرت الهجمات اللي عم تضيع كلها. تجي عليك مرتدة بعد ما تجيك عرضه. تطلقى هدف بأسخة في طريقة. شوفوا اوباميانج. اهم شي. اهم شي. شوفوا يا الله كيف مرت معه. يا اخي والله مغطي صح مغطي صح ما ما بعرف. يلا. حلوة واخيرا سجلت هدف باخر الشوت. احسن ما ما اطلع من تأخير داني صفر انا اللي عم بلعب. طيب ليش عم يضيع وقت هاد. خير يا حبيبي خير لسه الدقيقة خمسة واربعين هدي. سؤول. يللا. 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 يالله يللا. ما بدي يسيب بس الله ياخذ العرض بقى. يلا ديمبلي. ديمبلي. شوت بس شوت يا سؤول. يالله. يا لحيب الله على التمرير لفوق 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 في مليون واحد فوق جايك هكتور بيلرين تقدم ممتاز باتجاه المرمى تمرير ثلاث أهداف بنفس الطريقة بفوت بيلعب عرضية وبسجل مدري الأربع أهداف ثمث تزديدات على المرمى أربع أهداف واحد بيسدد سبع تزديدات بيسجل واحدة ليش لأنه جاء ثلاث عارضات ليش ثلاث عارضات والله شي بيقهر يا جماعة أقسم بالله العظيم اللعبة عم ترفع الضغط صارت كل مرة بتكون اللعبة حلوة لازم ننزل تحتية سنخرب أبو أم اللعبة عن الناس يلا فليكس حلو أكره شي لما بتخسر وبتكون الأحصائيات لألك والله العظيم الأحصائيات بالطول وبالعرض شوفوا الأحصائيات يا جماعة 18 تزديدة 10 منهم على المرمى النهاية هدفين هو من 8 تزديدات على المرمى 5 أهداف الحارس بيوقف يتفرج غريب غريب الأمر غريب وعجيب بصراحة عندك استحواز عندك دقة تمرين عندك كل شي وخسران بفرق كبير كمان ما شكلي رح ألعب شي بالفوت شامبيون اليوم إذا هيك اللعب أنا بعرف حالي شو رح فوت ساوي رح نفوت نلعب ونرفع ضوطنا ونخسر وبالأخير شو يطلع الأسبوع ما نجيب بلا فوز ولا شي فخلينا نشوف أن شي تحدي بينها التشكيلات رح أستنى شوف شي اقتراحات حلوة منكم كان نعرف أنه انطبعت تشكيلة لأنه سوارز ما بديها سوارز سعره سبعين ألف مع الثلتاشر ألف اللي معي ممكن يصيره بحدود الثلاثة وثمانين ألف نجيب باكانه شي لاعب جداً أسطوري من الدوري الإسباني واحتمال كبير الله أعلم يعني أنه يمكن تصير غير الخطة بالمستقبل الخطة دفاعية ممتاز يعني كدفاع العناصر حلوة خطوط الوسط أفضل شي بالخطة بصراحة كاسيميرو ممتاز سول ممتاز حصائياته أربعين مباراة ثلاثة وثلاثين هدف وثلاث عشر أساس جيداً وعن ما بس أنا عم بستنى حصائيات أفضل شاريب مبلغ غالي هو سوارز فممكن أن يبيعون هن الاتنين مئة واربعين ألف بيجيبوا لي كوينز حلو أو احتمال أن يغير التشكيلة بشكل كامل ما ليعرفان بس أني لعب مباريات زيادة اليوم أرام أني لها مباريات زيادة وخرب الريكورد أكتر ما له خربان أصلاً ونرفع ضغطنا بزيادة فمن ممكن نعمل شوي تحديات بناء تشكيلات جب لنا شي لاعبين ممتازين يعني بركي بيكون اللاق هذا لخير وهيكي طالنا شي لاعب فهم ضيفين شوي تحديات رح شوف أفضل تحدي منهم ونحاول لأنهم نعمله طيب في هذا التحدي اللي اسمه أساطير بالفطرة ممكن يكون تحدي ممتاز بيكلف بحدود العشرين ألف فأبظن يعني ممكن نعمل شي جيد إن شاء الله يعني واو لقد فلسنا يا جماعة الخير بالكوينز رح أفتح البكيجين الموجودين مشان يعني يجيبوا لي شوي تلعبين نخلص فيهم التحديات هذا بكيج هيك فيه ست لعبين ذهبين ثلاثة عميل معو كله لعبة يعني إن شاء الله يجينا في شي مع أنه ما لم يتوقع بس أنا أوكي يلا بنشوف ما في لش هيك اللمبات موديلا أوكي رفين يا من سلتة بيغو جيد خلو باقي هذا بكيج الثاني خلينا نشوفه هذا معفعنا على آخر ما في غير لعب واحد عميل مع ولا توقع حتى اللعب اللي عميل مع مو دهبي كمان لا طلع لي بواتنج طيب هذا التحدي ما قبل الأخير باقي واحد وبيجينا الباق اللي عليه شوي الكلام هذا بكيج مميز اللي هو حزمة لعبين إلكترون منادرة شوي جيد يعني في لعبين عميل معو فهذا آخر تحدي باقي خلينا نخلصه وإن شاء الله يعني التحدي يعوض يمتوق هذا آخر تحدي وأخيرا خلصته كمان ناخد شوية بكيجات ممتازة طبعا أنا صارف 13000 كوينز على هذا التحدي لحد الآن وما بقي معي غير 244 كمية 13000 وشوي فلازم الباكيجات على القليلة تعوض قيمة التحدي تمام وغير عن هيك يعني إذا منطلع بشوية مربح ما رح نقول لا فورجينا شو الباكيجات اللي عنا عنا باكيج هذا إلكترون منادر هذا أفضل باكيج موجود وعنا هذا إلكترون مميز لعب شاشات تقريبا صح ايه والله في لعب شاشات ممتاز والله انجليزي يارب أربي يارب فتلند ها ها لو كان والكر يا جماعة يا إلهي قديش كنت مبسطت أوكي وعنا سانشيز بيجيب سعر سانشيز أوه 1000 كوينز صار والله كان من زمان يعني أيام فيفا 16 والله شي كان والله سعره جدا غالي كسل للباقي أول باكيج ممتاز بصراحة من يعني هو أضعف باكيج من الموجودين وما هيك جب لي لعبين ممتازين هذا باك 25 ألف وهذا باك تقريبا كمان 25 ألف الحلو بهذا انه كل اللاعبين عميل معه بس مو كلهم ذهبيين التاني العكس بقى راح افتح هذا الباكيج بالأول هيك ضمنان 6 لعب ذهبيين عميل معه يارب انه يجيني شي لعب ممتاز في لعب شاشات حلوين يارب وكاوت يا الله يا أخي يارت بيجيني وكاوت بس هولندا سي اف دي باي دي باي يس يس على الآن بيجيب سعر شوي على الآن بيجيب سعر أنا والله أول ما نزلت لعبة كان غالي بس هاي ثالث مر بيطلع لي بهاي السلسلة جماعة تخيلوا بركي معه شي لاعب يا رب يوكاس مورو يس سلام يالله ديش لوكاس مورو سبعين يس يس على التحدي الأسطوري حلوين 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 كنت بتأمل معه هيك لوكاس مورو ولسيسوكو ولشي لاعب حلو والله عوض التحدي ايمتو زيادة وزيادة بعت على النادي تمام لا بعت على قائمة الانتقالات هذا ممكن يجيب سعر ولا عمل له كوكسيل الحمد لله طلال لي لكاس مورو يس ما رح أقول لا يعني هذا عرضه ب800 كوينز والباك كوكسيل مع هذا ميلنر أيضا خلينا نعرضه ب750 كوينز الحمد لله بقى إلي لسه بكج بقى إلي لسه بكج وممكن يجيني شي زيادة يا ربي كريم يلا نفتح الباك خلص أخي ما أبدي شي بس إذا بتغضوني ما رح أقول لا أوكي ما في لعب شاشات آخر باك خلص يعني فعليا الحظ أعطاني طلعي لي لكاس مورو جدا ممتاز هون بيجينا كوفا زيتش آه ما بعرف لش خطر عبالي يطلع لي سيسوكو بس أنه أوكي كوفا زيتش تخيل معه 67000 كوينز ياه ياه 67000 وينك يا لوكاس مورو هاي ستة وهي بجنبها سبعة وبيع يا عمي بيع وأحلى مكسب من أحلى تحدي دي باي كمان ممكن نجيب شوي يا السلام يا السلام انباع لوكاس مورو 72000 كوينز أحلى تحدي والله العظيم الحلو أنه بكيجات التحدي كانت أغلبة بكيجات لعبين فأنا مشان هيك حبيت أن يعمله هذا لوكاس مورو ب 67000 كوينز وانباع كمان اللي هو دي باي صار معي 77000 عارض ملنر خليهم باع كمان فبشكل عام صار معي كوينز ممتاز عم فكر أني بيع ديمبلي وبيع السوارز والله ما اللي عارفان يا ما بدي غير التشكيلة كاملة إذا هيك لأنه ما في المشكلة مهاجمين بالدوري الإسباني يعني إذا بتكون تشوفوا ما في مهاجمين ممتازين إلا بالدوري الإنجليزي فقط أي دوري تاني المهاجمين في ضعاف معدد الدوري الألماني شوي وبعدين بيجي الدوري الإسباني بس سوارز بطيء ما في مهاجم مثل الناس فيارد تقترحولي إذا بيع السوارز ب 70 ألف ودبلي ب 70 ألف 140 ألف وزيادة أيضا 80 ألف بيصيروا 220 ألف كوينز وأيضا بقيت اللعبين بيجيبوا لي سعر كتير عالي فممكن أن يصير معي بحدود الأربعمائة ألف كوينز نبدأ لتشكيله تانية مالي عارفان لأنه بالفوت شامبيون مستحيل أني أعمل شي بها التشكيلة الهجوم ضايع بصراحة فحرام أني ضيعوا لسه بعيان يومين و 15 ساعة ممكن اللحق فلازم أن تكتبوا لي أقتراحاتكم تحت بالتعليقات مشلح ألعب الفوت شامبيون بسرعة إذا عندكم تشكيلة هيك أسطورية ممكن بحدود الأربعمائة ألف كتبوا لي عنها بس بشرط أنه ما بدي يعني خلص أنا إسباني ما تبدي تمام لا إسباني ولا إيطالي إيطالي لأنه أغلبهم غالين وما في مهاجمين نفس الكلام فممكن دوري فرنسي أو دوري ألماني يمكن أبرس شيء إذا تقترحوا لي دوري الإنجليزي حلو بس أغلب اللعب الغالين فيه فيارد أنه تقترحوا لي لعبين ممتازين فشكرا الجميع اللي تعبوا على المقطع الحمد لله طلعوا لي لوكس مورة جدا مبسوط فبس هذا اللي كان عندي اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة